مساء الخير شيرين عبدالوهاب خدت علم الآخر من بعد حفلة جامعة مصر للعلم والتكنولوجيا اللي كانت عاملها وكانت حفلة نجحة جدا وحلوة قوي واحتفلت ساعتها بعيد ميلادها الـ 42 ومش كده وبس ده كمان صفت جزء من خلافتها مع حسام حبيب وكمان كانت طالعة مع اسعاد يونس في صاحبة السعادة وكانت حلقة حلوة جدا ده غير فرق الوزن اللي شفناه على شيرين ما بين حفلة كارتاج اللي كانت عاملها أول مرة والحفلة دي فعلا فيه خسراف الوزن كبيرة جدا بعد النجاحات دي كلها لشيرين شيرين دخلت المستشفى وهتسافر تعمل عملية جراحية خارج البلد طيب هو إيه اللي حصل وإيه السبب شيرين اتعرضت لإصابة داخل البيت شيرين كانت مشى في بيتها وواعتت زحلقت نقلوها المستشفى ومن بعد الإشعاية والفحوصات اتضح إن عندها قاطع في الرباط الصليبي والفريق اللي بيعالجها أكد إن هي هتسافر تعمل عملية جراحية في قرب وقت خارج البلد شيرين عندها حفلة في الكويت يوم 29 أكتوبر والحد دلوقتي مش عارفين مصري الحفلة دي إيه هل هتتم ولا هتتلغي بس كل اللي همنا دلوقتي صاحة شيرين وإنها ترجع لنا بألف سلامة ألف سلامة عليك يا شيرين لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلامة